بداية وبأول فقرة من برنامجنا بدنا نحكي عن الأكاديمية الأكاديمية للقيادة من أجل السلام اللي بدنا نحكي تفاصيل عنها أكتر وأكتر مع ديوفنا بهذه الفقرة تنحكي عن عالمنا عالمنا المتقهقر عالمنا اللي عم بيحس بعطش وبجوع دايم لهذا السلام من جراء البغض والأنانية والمصالح الضيقة اللي بتولد الأحقاد والنزاعات والحروب فما علينا إلا أن نقوم بزرع القيم الإنسانية الأخلاقية التربوية الدينية والاجتماعية اللي بتبني الإنسان المسؤول والمواطن الصالح اللي بدوره رح يبني مجتمعه ووطنه ويكون رسول سلام بدنا نرحب بديوفنا لليوم سيادة المطران مرئس حق جويل بوتروس أسقف الدائرة البطراركية للسرين الكاتوليك أهلا وسهلا فيك سيدنا أهلا خليك وحضرتك نائب رئيس لجنة عدالة وسلام أيضا السيد ميشيل دكاش المدير مدير أكاديمية القيادة من أجل السلام هالأكاديمية اليوم بدنا نحكي عنها أكيد أهدافها مشاريعها ولمين لمن بدأ تكون هذا الصرح تعلم القيادة لأبناء هذا الوطن بأي شرائح عمرية وكيفية الانتساب إلا أهلا وسهلا فيكن أهلا يخليك أهلا يخليك من دم زهور وكل مستمعينا ومشاهدينا يهلا سيدنا معك بدنا نحكي عن هذه الأكاديمية اللي أطلقت وبلش العمل فيها واليوم الكل مجند لأجل رسائق قواعد السلام الأساسية اللي بتبني المواطن الصالح مظبوط من حوالة سنة تقريبا انطلاقا من مجلس البطاركة والأساق في الكاتوليكة في لبنان الأباكل وخاصة بلجنة عدالة وسلام يلي برأسها سيدنا مارون عمار نعم أهلا وبالتعاون كمان والتنسيق مع سيدنا أنطوان بنجم قمنا بهالبوم بيدرة تحت الأباكل تحت الهدفنا متل ما تفضلت وقلت نكون عم نشي هذا الجيل الجديد امتداءا من المدارس للجمعات لما بعد الجمعات على السلام لبناء السلام بناء السلام بحسب ما بنشوفه نحنا من قيام المسيحية من فضائل المسيحية كيف ممكن نهيق إذا بدنا نحنا نبني السلام مثل ما المسيح كمان بيدعينا بدنا نشتغل عليه بدنا نشتغل بتربيتنا كمان وبتنشئتنا فعشان هيك هدا البرنامج وهلأ منشوف كمان مع مع استاذ ميشيل هيدا الشي قسمناه على ثلاث مراحل نحن نشتغل مع تلميذ المدارس مع أسازة المدارس ومع الجمعيين البرنامجين أو الخريجين الهدف هو منه مثل ما بقول البابا بولوس السادس التقدم هو الطريق للسلام ونحن بلدنا بحاجة لسلام بحاجة لعدالة بمؤسساتنا خاصة المدنية الكنيسية والسياسية وين دور الكنيسة وين دور رسالة سلامنا إياها يسوع عنا شي نقوله خلينا نقوله لشاببتنا لأنا وقات كتير منفكر أنه الكنيسة هي بس للصلاة أو أولوية الكنيسة هي بس الصلاة والكلمة وأعلان الكلمة ووعز الكلمة كتير منيح هيدا أولوية مزبوط خدمة المحبة أولوية مزبوط بس مش معناتها السعي للعدالة والسلام مش من كمان أولوياتنا لأنه بالنهاية نحن مدعوين تحتها نبني هيدا الملكوت يلي منحلم فيه يلي منتأمل فيه ملكوت ملكوت الله يلي بالسماء فيه ها السلام وفيها العدالة فيها المحبة خالة من الفساد كيف هيدا نبنيه هيدا محاولة هيدا مبادرة بسيطة تحتى إذا التقدم هو الطريق للسلام تحتى نحارب التخلف يلي ممكن يسيبنا والجهل يلي ممكن يسيبنا والتعصب الأعمى والتحذبية العمية أوكي نبنيه بأكاديمية بتعلم بتعلم كيف ممكن فعلا نكون مش بس مسيحي صالح ولكن مواطن صالح وسياسي صالح و وإنسان إنسان عنده مبادئ عنده أيام موجودة عندنا الكنيسة بتحكي فيها بتعليم الكنيسة الاجتماعية بس أوقات مخباية أوقات ما بنعرف آه الكنيسة بتحكي هيك بيعنيه لهيدا الشأن أكيد بيعنينا هيدا الشأن لأنه إذا نحنا ما كنا هناك وبقدرنا عم نترك العالم السياسي أو الاجتماعي والمدني لمن لأي أشخاص حاملين أي أيام فما فينا نلومهم وين كنا نحنا فعم نحاول نكون بمبادرة بسيطة ربنا يبركة وبهمة كمان الشباب والصباية المختصين متل ميشيل وأكريب عمل كتير كبير إن شاء الله بنقدر نوصل لنحقق هذا الحلم لكتير كبير يعني هيدا اللي منتمنين نحنا اليوم ننخرج بالمدارس بالمعاهد بالجامعات بالكليات لنتنشق نتنشق على كل المبادئ اللي بتبني إنسان سيدنا زكارة أهمية بناء الإنسان اليوم من هالأصرح التربوية اللي فيها بيتنشق درجة وردرجة وبيكبر وبينما قد اليوم من خلال هذه الأكاديمية قادرين تواكبوا هذا الجيل الجيل اللي اليوم يمكن مش مش ملحقينه عم بيسرع وبيمشي وبيروح على أهداف بعيدة مع كل وسائل التكنولوجيا الموجودة بين إيديك وكل الإمكانيات المتاحة إذا قدرنا سيدة زهور إذا قدرنا نوصل للشباب إنه نحنا إذا عنا عقدة مع السياسة الشي اللي أنا كان عندي إياه بعد ما تحررت منه يمكن تماما عم بحاول نقول إنه لا هيدا دورنا هيدا يعني هيدا دوري أنا كمسيحي ولا إلا لما لما البالو قال الديس يوحنا بولو ستاني قال لبنان أكتر من وطن رسالة رسالة شو رسالة عايش بسلام مع الآخر مع كل الفئات طيب هيدا رسالة مين بدو يكتبها نحنا بدنا نكتبها مع بعض البل كنيسة البرات الكنيسة اللي بعيد عن الكنيسة بس نحنا بدنا نكتبها إذا تغيبنا عن عن الساحة السياسية وكأنه عم نأكد للناس إنه رسالة المسيح ورسالة المسيحية بتكون بس بالتقوى وبالصلة قل لي قليلة من السياسيين المسيحيين اللي بيكونوا فعلا إيمانهم منقول من خلال عملهم وممارستهم السياسية مصبوط لو ما هيك نحنا ما كنا مضطرين نفكر بهك أكاديمية لو ماشي الحال تمام السياسية بلبنان بيوصلوا على المقاعدة السياسية انطلاءا من مذهبهم الطائفة ما حدا بيوصل برات مذهب الطائفة لأنه هيك مقصمة عنا بلبنان الإشياء هلا ممكن هو يكون ما بيآمن أو ما بيعني له بس بيوصل على مقعد مارونة أو أو أرثوديكسة أو أرمنة أو أوكي فعم بيوصل لأنه بيمثل فئة إيمانية طائفية دينية معينة بيمثلها أوقات كتير عم بيمثلها بس بالاسم نعم مش حامل قيمة مزبوط مزبوط مع أبائه الروحية يلي هو مطرانه المسؤولين الروحيين نعم يعني مفروض هيدا الشخص يلي على المقعد عم بيمثل لنقول الفئة يلي بتنتمي لطايفة معينة لنقول هلأ مساحية بس قديش فعلا فيها التواصل إنه شو بدنا نوصل كيف بدنا نوصل للإشياء قليل كتير عم بنوب فعلا النايب عن هيدا الفئة مش بس كتمثيل صورة أو اسمة ولكن إيما ومبادئ وإخلاق ولمصلحة الخير العام ولمصلحة لمصلحة الوطن لبعدين مش بس لمصالح شخصية هلأ نعم تانيحك عن أهمية القيادة على السلام ومن خلال هذه الأكاديمية سيد ميشيل بما أن حضرتك المدير ما هي البرامج والمناهج المعتمدة في هذه الأكاديمية بداية صباح الخير لإلك ومارسي على الاستضافة وصباح الخير للمشاهدين بس بأنتردوكشن صغيرة بمقدمة صغيرة دور الكنيسة ودور السياسة وقداموا مكملين لبعض قبل ما نفوت أكتر بالتفاصيل تقول أنه هيدا الأكاديمية هي إذا بدك عم ترجع ترد عم بتصوي بالأمور وخاصة باللبنان وهيدا دورة أنه نحن اليوم الكنيسة ما عم بتنافس السياسة الكنيسة عم بتكمل الواقع السياسة اللي نحن اليوم صرنا بمطرح بس تقولي قدام حدا عم بيحكوا سياسة أفش بتكم بهالشغلة والعالم أسود صورة صودة أو عندنا مفهوم خاطئ عن العمل السياسة على الأكيد عندنا مفهوم خاطئ لدرجة مثلا في مقولة كتير شهيرة بيقول بتقول أنه ما دخلت السياسة شيء إلا وأفسدته هي إن فاكت ما دخلت السياسة شيء إلا وأصلحته وهيدا شغل كتير كبير وهيدا الواجب اللي لازم نعمله طيب كيف تصلح السياسة شيء بس تفوت عليه بدأ تزيده قيمة والسبب الأساسي لنفتح هذه الأكاديمية ومن بعد جهد كتير طويل هو كيف فينا نزيد العمل السياسي قيمة وصلنا اليوم العمل السياسي كل شيء إلا خير عام كل شيء إلا الشأن المجتمع وإصلاحه كل شيء إلا رفاهية الشعب كل شيء إلا السلام بكل بساطة وصلنا لمطرح أنه طيب هوا كلهم بدهم إنسان صالح يقدر يعملون والإنسان الصالح هو الإنسان يلي حامل أيام الإنسان النظيف بغض النظر عن توجهك السياسي قدر تكون إنسان نظيف قدر تكون إنسان منيح لبنان متعدد مثل ما ذكر سيدنا بالأول هالتعددية اللي بلبنان مش مشكلة في سوق بإدارتها ها أول نقطة والنقطة الثانية بغض النظر عن طيفتك مين اعطونا أحسن ما عندكم يا جماعة حيش تعطونا أسوأ ما عندكم تنوصل لللي وصلنا له وتحطوا الحق على السياسي ففي شغل على الإنسان بالأول الشغل بصير وعم رح نفوت بقصة البرامج بداية في رحلة مع الزيت على موضوع الأيام اليوم ما في واحد يعبيلي كباية إذا كبايةه فاضية والكباية اليوم كلها فاضية بيلا بغير شي مش إن هيك المجتمع السياسي خاصة باللبنان وصل لها شبح حيط مسدود من وين بدن عبي؟ يعني تنعبي كبايتنا من وين لازم نعبيها؟ عنا رحلة مع الزيت أول شي تنشيل هالغبرة عن الأيام يلي عنا إياها نحنا طالعين من مجتمع أسسه كتير قوية بس عم تتزعزع لأنه في كتير مفاهيم وفوضى بالمفاهيم عم بتفوت عليه نعم بحاجة نحنا نعمل هيك متل ببوز ونعمل شوية ريفلكشن نحنا وين لنقدر نرجع نشيل هالغبرة عن الأيام ونحط موضع التنفيذ مش بس بالطريقة إذا بدك الثيوراتيكل أو النظرية النظرية تنفيذيا على الأرض بحياتنا اليومية كيف؟ أنا إذا كنت مواطن صالح بغض النظر عن طيفتي قادر شابك مع حيالة مواطن تاني صالح بغض النظر عن طيفته شو اللي بيجمعنا فيه أيام بتجمعنا أيام بتجمعنا عهود الأيام بدنا نبني الإنسان يلي بيقدر يحمل بلد لأنه إذا بدنا نرد مجتمع بدنا نرد الأيام عليه المجتمع ما فرط إلا ما فرطت الأيام فيه يعني اليوم فيه سلوكيات معينة هل من السهل تغيير سلوكيات؟ عادة نكتسب عادات وبنمشي فيها والعادة طبيعة تانية بتبطل تتغير بسبولة مزبوط هيدا اللي ساير فينا يعني هيدا أكبر تحدي هو يلي بيتتميز في هيدا الأكاديمية نعم في كتير أكاديميات عم تنعمل في كتير سكلز عم تنعطى في كتير إذا بدك اليوم مع مسائل تواصل اجتماعي مع الإنترنت مما كان بيقدر يوصل لنفس المعلومة بالتساوي شو يلي بيميزنا هو هو سلوكيات يلي رح نشتغل على هيدا نغيرهم ومشين هيك برامجنا هي عم نحكي ست شهر ست شهر فيه شغل جدي فيه التزام في متابعة يومية وأسبوعية مع كل شخص بهالبايلت بروجيكت اللي رح نعمل بهذه السنة لنقدر نكون عم نقيس حقيقة هالسلوك يلي مربوط بسلة مقيم واضح يقدر يعطي صورة حلوة عن شخص حابب يعطي من ذاته بالشأن العام نعم يعني هون بده يصير فيه تدريب صح هي تدريب وكوتشينج وترينينج ووان تو وانز وشغل بالبيت وشغل بالعمل الجماعي فمشروع بعيدة عن النظريات سيدنا يعني اليوم بده نفوت على معتركك على العمل نشمر عن الزنودة ونزل على الساحة أدي عن جد بتطلب جهد وبتطلب قبول وقناعة من الشخص بحد ذاته اليوم شبابنا بحالة ثورة شو بتكون تعملوا كيف تكون تخضون لعندكم على الأكاديمية لما يشوف البروغرام يلي رح ينعطى رح يقول ايه انا بيعنيله هلا كيف بده نفوت بده مغامرة بده مغامرة وشيف انه شخصيا كتير اكبر مني لانه بس بنفس الوقت بقلبي في شعور كمان اكبر مني عم بيقلي فوت وهيدا بالنسبة لالي صوت الروح القدس لانه هو ذاته هيدا صوته وهو ذاته هوا الكلمات يلي يلي عم بيحكوني سمعتون عم بيحكوا سيدنا انطوام بناجم سمعتون 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 الهوذات والصوت بميشيل وبكتير اشخاص مثله وبكتير اشخاص هلا معنا عم نشتغل دكتور سوزي الحجد مسلا جو حمورة كتير اشخاص على قلبه تفوت بهيدا المجال تعمل تغيير ننقل الشي اللي عنا نحتم بشبيبتنا اليوم بعد خمس سنين بعد عشرة سنين يوصلوا يمكن لمكان حكم ومكان سلطة يقدر يغيره على سكايل اكبر من مطرح مهنة في مغامرة بس في ايمان بهيد المغامرة لان انا شايفة مش منه اكبر منه لان لما كون ولا مرة انا التقات فيك وعم نفسي عم نفكر بنفس الشي وبنفس الروح يعني فيش عم بيجمعنا اكبر يعني الهم من الروح القدوس اليوم هو عم بيواكب هالعمال على القليلة بالنسبة لاله هي هيك مش غير هيك ابدا لانه انا ولا مرة بحياتي فكرت بيوم الايام فوت بالعمل السياسي ام وهلأ ملاقي انه عندي دور فيه مش كسياسي ولا كرجل تاريخ ولا كرجل علوم اقتصادية وسياسية وتنزي ماني انا بعيد عنها انا شغلت رعوة وروحة بس هيدا العالم بحاجة لشخص كمان عملي روحة ورعوة نعم استاذ ميشيل قال حكي عن التصليح التصليح ما افسد يعني اذا فيش فاسد السياسة لازم تصلحه مش المفهوم المعاكس اللي شائع اليوم نحنا بنحكي عن السياسيين افسده مكان مكان صالح اليوم فيه تحدي كبير وحتى ببرمشكن بمنهجكن بتغيير سلوكيات يعني عم تعجنوا من اول وجديد مانا شغلة سهلة سيدنا عم بتخذوها مانا سهلة اوضا عشان هيكي مغامر لكن الانسانية مجروحة من زمان نعم مش الحق على سياسية او رجال دين او رجال وطن فيه اشخاص بيناتهم اديسين وفيه اشخاص ضحوا بحياتهم وقعطوا دمهم ووقتهم ويمكن تخلوا عن كتير اشياء حتى يخدموا الوطن وقضية بالوطن ومع زمن مش معروف من بينسامع فيهم مع زمن ما بينحط على التيفي ولا بينسامع فيهم على الاسف منسمع بغيرهم نعم الانسانية مجروحة والسلطة مغرية والمال مغرية والسلطة مغرية جدا مغرية حتى يسوع تجرب فيها معلقين بالكراسي مش قادرين يتركوا الكراسي لدرجة يعني مكان تجربة كتير كبير كتير منيح خلينا نتعوان مع بعضها ما نوقع بهالتجربة ما نوقع بتجربة السلطة تحتها بيّن انا ومقوقع بتجربة انه اذا فوت بهذا الطريق هو شورت كات للوصول اذا فوت بهذا الحزب بكبر اكتر مصلحتي بتكبر اكتر نفوذي بيكبر اكتر اسمي بيكبر اكتر ها بدنا نتحرر منهم كيف لما نجي نقول يا جماعة خلينا ننتبه ما نوقع باخطاء القبلنا والقبلنا والقبلنا من ايام كل الحروب اللي قطعت قبلنا مش من هلا من اول الانسانية خلينا نبني مجتمع حلو جماعة حلوة وطن حلو اه ونحارب اولا الفساد اللي فينا اللي ممكن نتعرض لقلو اللي ممكن نتجرب فيه لما نضوي على حيال الفساد وحيال الشرير بننتبه له ولما نسلح شبابنا بسلاح بدافعوا فيه عن هؤلاء التجارب وبهيد الحرب وبسلاح بيهاجموا فيه وبينتصروا نقدر نعمل شيء ونحن عنا هيدا الاسلاح مربولوس بقلنا انه نحن حربنا مش ضد جيوش ولا ضد سلاطين نحن حربنا اولا هون حربنا ضد الانا حربنا ضد الاغواء حربنا ضد الزاد ضد اه ضد الوصولية وضد المصلحة الشخصية اوكي هوا كيف بدنا نحربون بدنا نحربون متل ما يسوع حارب تجربة بكلمة الله نحن عنا كلمة بدنا نقولها هي كلمة المسيح ويلي اذا الارض والسماء بزوله هي ما بتزول بعدها بعدها محبة العدو بعدها صالحة اليوم مهم محبة الخي والقريب والبعيد اه بعدها صالحة لليوم وعلى هوا القصص بدنا نبني نعم سيدنا تنحكي عن كمان مع استاذ ميشيل عن الفئة المستهدفة زكرة وصوف سنوية اسادزة جامعيين خريجين يعني كل هذه الفئات اليوم انتو بتكون الطالوة اه بتكون ابواب بتكون انتو قصدوا مدارس جامعات وغيرة صحيح صحيح كيف بيصير التواصل مع كل هذه الفئات؟ بداية متل ما تفضل سيدنا كمان بالمقدمة عم بقول انه نحن اساسا الاكاديمية بتشمل ثلاثة اكسز اول اكس هو التلميز بالمدارس التاني هو اسازة التلميز وثالث اكس هو الخرجين الجامعيين ويلي عم بيفعلوا بالشأن العام نعم فكل كومبوننت لحاله عنده طريقة الشغل معه عنده الكوريكولم طبعه وكل حدا عم بياخده اذا بدك هي شان متكاملة عم نبلش من كل فئات المجتمع على نوصل لموضع التنفيذ مباشرة بالمجتمع سو كيف ما نتواصل اكيد عم نتواصل مع المدارس رح نتواصل مع الجامعات رح نتواصل مع الابرشيات رح نتواصل مع المطرنيات كل يعني هو متل ما بلشت حديثة بالاول هيدا بروجيت بيلوت عنا هدف كتير واضح من هلا لاخر هيدا السنة بدنا ننصيبه بازد على هيدا النتيجة اللي رح تطلع اخر السنة رح نطلع نعمل افالوواشن ونقول انه هيدا البروجيت بيلوت نجح بهاتطريقة هيدا اللي نحن نحبي حاجة له هيدا نتيجته من هونيك ورايح رح نكون عم نتوسع اكتر واكتر هون بدي الفط نظر انه الاكاديمية هي مينا ريجين اكاديمي لا مش بس للبنان انما مركزة لبنان نعم واليوم بدي نميز بشغل اللي كنا كمان كنتو عم تتفضلوا فيها حضرتك مع سيدنا مسكين بالكراسي بدي نميز بين نقطة كتير اساسية هي الدور والكرسي لا بدي اقول هيك الاشخاص اليوم كله نراكدين على المراكز وعلى الكراسي ومفكرين انه السياسة هي بتطوج بالكرسي ومش مزبوط فينا نكون عم نشتغل بمطرح قريب كتير بقلب الشأن العام من خلال اذا بدك الوصول للمركز بس في شي كتير اهم هو الدور قادرة تكون عم تلعب دورك بالمجتمع وقادرة تكون عم تلعب دورك بالمجتمع من دون ما يكون عندك كرسي وهذه نقطة كتير اساسية مع انه نحنا اليوم نفكر انه بدنا ننتمي دايما لا جهة معينة لا افريقاء عندهم القوة الكافية لا يوصلونا مطرح ما نحنا رايحين ودايما منعتمد على الواسطة حتى نحنا بحياتنا العادية والطبيعية كيف بدنا نتخلص من هذه الفكرة وكيف بدنا ننقي عاقلنا من هذا المفهوم صحيح هو من احد التحديات بالشأن العام مش عايب الانتماء لاي جماعة سياسية عن جد عم تشتغل لخير البلد واكيد من دون تعميم في كتير اشخاص عم بحطوا عن جد جهود كتير كبيرة للبناني يضل ماشي وطمان نفوت بالتسميات الاساس وين الاساس مما كنا نكون خلينا نزيد هالعمل السياسي قيمة والنقطة التانية هي انه ما فيك تحاسب غيرك اذا مش عامل الدفوار عندك بدك تحاسب حالك تقدر تحاسب غيرك وهيدا متل ما بلشنا وقلنا تغيير السلوك ببلش بتغيير هون نعم الداخل اذا بدك تغير المجتمع هيدا هو المجتمع هون ببلش نعم يعني هيدا شغلة كتير مهمة واساسية اليوم اذا نعرف عنكن اكتر وهيكي توصلوا لكل الناس الوقت عم مدهمنا بعضنا حوالي دايقتين ثلاثة ثلاثة سيدنا اذا كل الاشخاص اللي بعد ما عرفوا فيكن او انتو من خلال بكل الابرشيات ومع كل الاساقف قادرين توصلوا هالرسالة لكل المدارس ولكل الجامعات نعم نحنا كلجنة من بسئة من مجلس بطارك والاساف الكاتوليك رح نبلش اول شي بالبيت الداخلي يعني بشبابنا المسيحية الملتزمين بجمعاتنا ببنالرسنا بحركاتنا بكشافاتنا بجمعياتنا رح نبلش معهن اولا من ابرشيط انتلياس الماروني المركز رح يكون هونيك التدريبة المدارس اللي رح ننطلق منا ان كان مع تلميذ او الاساذة من مدارس الابرشية اه ولالاكاديمي للطلاب الجامعات والمتخرجين رح ننطلق باول باول خبرة وتجربة مع ميت شخص رح نحاول انطال معظم الفئات اللي بتمثل كنيسة لبنان الكاتوليكية بكل فئاتها بكل جماعاتها على قد ما منقدر يعني نكون اه اكيد رح يكون في تقديم ابليكيشن انترويوز مقابلات شخصية و من كل شي بيتقدمنا رح نختار بحسب في شروط معينة نعم اكيد في شروط معينة نحنا حطينا لان نحنا بهمنا اشخاص فعلا تقدر ماكسيموم تستفيد من الشي اللي رح ننعطى وتعطيه وتكون بالناقة فيه اوكي مش بس انه انا حاب حابي بعمل هيدا عندي وقت خليني نروح لا اه نحنا بهمنا الاشخاص مش بس حبين مش بس عندهم وقت ولكن عندهم عندهم كفاءة و عندهم قدرة كمان يعطوا بعدين بمجال عملهم وخدمتهم ومسئوليتهم بالمجتمع يعني اه هيك ببينوا عندهم روح القيادة نعم واحد من الشروط نعم واحد من الشروط وبعدين ان شاء الله لما ننجح بهالتجربة الاولى نحنا بدنا ننطلق الى الاشخاص يمكن البعيد عن الكنيسة يمكن برات الكنيسة اللي مش مسيحية ومش لبنانية ان شاء الله تكون رسالتنا متل ما الشرق كله بيتوقع من لبنان يعمل رسالة مش بس لأهله لكل الشرق وان شاء الله للعالم بس نحنا بهمنا اول شي هلأ ننطلق من خبرة لبنانية مسيحية بعدين لننطلق لننطلق لخبرة اكتر من المسيحية واكتر من اللبنانية ان شاء الله ان شاء الله منتمنلكم كلتو فيه شكرا سيدنا على حضورك استاذ ميشيل هيك كلمة اخيرة بتوجهها لشبابنا اليوم بدي اقول انه الامل يصنع ولا ينتظر واللي عم نعمله اليوم نحنا عم نجرب بهال حبة الخردل نجرب شوي صغيرا نرد الامل للشباب خاصة بموضوع السياسي لان السياسي اليوم هي سبب اساسي ليهشلوا الشباب من لبنان ولا خلص شلونا منهم كلهم مش طلع لنا شي ولا يكون احنا وينصرنا لا بالعكس بنا نشتغل تنقدر نرجع عن رجل الامل وبدي اقول نقطة كتير اساسية و بدي اشكر الكنيسة بسيدنا و مع كل ال ازا بدك اللي كانوا مؤتمانين على حضن هيدا الفكرة الانسان بده مين بس يقامن فيه كيف بعد اذا كانت كنيسته يعني اليوم احنا هيدا الشي بالنسبة لقلنا بيعطينا سببورت كتير كبير لنقدر نكمل بيه اللي عم نكفي فيه وكنيستنا حدنا طيب اليوم الدور اللي كنا عم نحكيه عنه بالاول هيدا الدور اذا كنيسته عم بتساعدني نعملوه سوى ايد بايد اليوم اكيد لازم نوصل لمطرح على القليلة نضوي شامعة بهايد الظلمة ان شاء الله الله يقدركن يعطيكن الف عافية وشكرا لحضوركن شكرا استاذ ميشيل دكاش مدير اكاديمية القيادة من اجل السلام شكرا زيدنا مار اسحاق جول بوتروس اسقف الدائر البطريكي لسريان كاتوليك شكرا على حضوركن معنا الله يفعلك في ظهور